عاقبة الإهمال كان هناك نجار يعيش ويعمل في كندا حيث اعتاد الناس أن يبنوا منازلهم من خشب أشجار الغابات الكثيفة المنتشرة في السفوح والجبال عمل فترة طويلة في مهنة النجارة التي برع فيها وأبدع وعندما تقدم به العمر طلب إلى رئيسه في العمل وصاحب المؤسسة أن يحيله على التقاعد ليعيش بقية عمره مع زوجته وأولاده رفض صاحب العمل طلب النجار ورغبه بزيادة مرتبه إلا أن النجار أصر على طلبه فقال له صاحب العمل إن لي عندك رجاء أخيرا وهو أن تبني منزلا وأخبره أنه لن يكلفه بعمل آخر ثم يحال على التقاعد فوافق النجار على مضض وبدأ النجار العمل غير أنه لم يحسن الصنعة فاستخدم مواد رديئة الصنعة وأسرع في الإنجاز دون الجودة المطلوبة وكانت الطريقة التي أدى بها العمل نهاية غير سليمة لعمر طويل من الإنجاز والتميز والإبداع وعندما انتهى النجار العجوز من البناء سلم صاحب العمل مفاتيح المنزل الجديد وطلب السماح له بالرحيل إلا أن صاحب العمل استوقفه وقال له إن هذا المنزل هو هدية لك نظير سنيع ملك مع المؤسسة فآمل أن تقبله مني اندهش النجار من المفاجأة لأنه لو علم أنه يبني منزل العمر لما توانى في الإخلاص في الآداء والإتقان في العمل